السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف امير اليوم ان شاء الله سوف ندر تحلية رائعة جدا وهي تيراميسو لكن هذا التيراميسو سيكون اقتصادي يعني بدون بيت ولا كريمة طازجة و ايضا بدون جبن الماسكاربون لذلك ننسحكم باش تشاهدوا الفيديو حتى الاخر و باش تكتشفوا معي هاد المراحل نبدأ مباشرة في المقادير و كيفية التحضير اذا نبدأ بسم الله في الخطوة الاولى لان احنا نحضر فيها هاد الكريمة اللي احنا نعود بها كريمة الماسكاربون كما نعرفو بالتيراميسو انده بكريمة الماسكاربون لكن يعني ماشي قعناس متوفر عندهم لذلك نحن نعوده بهذه الكريمة هنا نديروا كاس بودرة شانتيه و نضيفوا عليها كاس إلا ربع تحليب يكون بارد جدا و بعد هنا نضيف عليهم زوج عولة بتاع كريمة بيسر الشوكولاتة هذا الكريمة بيسر حتى ندوق بزاف بنين الكريمة و ايضا احيطها قوام رائع اذا كما شفت هنا كاس بودرة شانتيه و ضفنا عليه كاس إلا ربع تحليب يكون بارد جدا يعني هذه الملاحظة أهم لازم تبعوا جميع المراحل و نضيف عليهم زوج عولة كريمة بيسر و هنا نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة تاع عطر القهوة اللي يأتي أيضا ملون غذائي و لا تنجموا تعودوا هذا العطر للقهوة لما ينتوفر عندكم بنصف ملعقة صغيرة تاع قهوة سريعة الدوابان و بعد استعمال الخلال الكهربائي والباطر نضلعهم لحدة الكريمة حتى تحصلوا على الكريمة تكون متماسيكة سؤال صغير فقط مضاري جيني في التعليقات يقولون لي كيفاش يعني بودرة شانتيه ماش تطلعنا أنا أقول لكم باللي يعني البلاصة اللي تشلوا منها البودرة شانتيه تاعكم لازم تكون البودرة شانتيه يعني النوعية تحت جيدة لأنه لما شيتوش نوعية جيدة ما هيش راح تنجح لكم الكريمة تاعكم وأيضا لازم تستعملوا حليب واللما يعني اللي تخلطوا به الكريمة تاعكم يكون بارد جدا إذن هنا بعد ما تحصل على هذه الكريمة نحن نكمل باقيات المراحل إذن بعد ما جهزنا الكريمة تاعنا نحن هنا نحضر القهوة نستعمل هنا ماء بارد يعني الكمية اللي تبغوها وأيضا نضفت عليها قهوة سريعة الدوابان إذا لا يمكنكم إفراءة عندكم قهوة سريعة الدوابان تجمع تعودها بالقهوة العادية يعني اللي نطيبها في البرس بعد ما كمنا وحضرنا القهوة لذلك نحن 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 ببوشا دوي جيطاب يعني هذا البوش نستعملها يعني لكي الخدمة التاعي تكون نقية ونسخ بثاف صوالح هنا نفرغ الكريمة التاعي في هذه البوشا دوي يعني نفرغ جيب الحلواني وليل البوشا دوي في هذه الكأس ونفرغها لكي تسهل علينا الخدمة كما رأيكم ترون بعد أن نفرغها نحضرها في الأكواب تيراميسو كما قلت لكم هنا نحتاج هذا بيسكويت هذا هو الذي يعمل به تيراميسو وعندما يستعملون أي نوع بيسكويت يعني متوفر عندكم في المنزل وعندي أيضا هنا كؤوس أنا خيرت استعمل هذا الكؤوس يعني عادي دعوكم أن نشمخ هذا البيسكويت كما رأيكم ترون بهذه الطريقة ونضعه في قاعة الكاس إذا سنقوم بيسكويت بالقهوة ونضع طبقة الكريمة كما قلت لكم استعملوا هذا الكاس الحلواني سيسهل عليكم الخدمة وأيضا يحافظ لكم على نظافة الكاس يعني يجي الخدمة لكم ومتقونا بعد بدلنا الطبقة الأولى بالقهوة وضفنا عليها الكريمة نذهب هنا ندروا الطبقة الثانية ونعودوا للكريمة وندروا الطبقة الثالثة ونعودوا للكريمة أيضا ونعدلوا للكيسة ونعودوا للكيسة نذهب هنا إلى نهايتي ونفص لرمي على الرقم ونعودوا bill وعندما نرى شكل تحاكي فشمار شباب نحن نأخذ هذه الأعدات التي هي سباتول نسقم بها الكأس تعنا بهذه الطريقة دائما نقدم لكم نصائح لكي نتجة نهائية لأن العين تأكل قبل الفم كما ترون هنا الكأس تعنات توسقنا في أطراف التاعه نحن نأخذ هذا ونمسح به كل هذه الزيادات التي خرجونا يعني يجب أن الخدمة تعنات تكون متقونة لكي يخرجون الأكواب رائعين ونقدموهم للأشخاص أو للعائلة يعجبوهم في الدوق وفي الشكل دروقنا نكمل باقية الأكواب بنفس الطريقة هنا سنجدكم ترون هذا الكوب الثاني الذي حضرته يعني بلما نهضر نجدكم تبعوا الطريقة لكي ترونها لكي ترونها لكي ترونها إذن بعدما كمنا كامل الكؤوس كنتم تشوفوا هذه النتيجة النهائية أعطاني خمسة الكؤوس اللي رهم باللون هذا البني الفاتح لكن اللي رهم باللون الأبيض قمت بذوق الفانيليا يعني في مكان كريم بيسر شوكولاتة قمت بذوق الفانيليا عادي وضفت عليها أيضا عطرة الفانيليا كما نعرف باللاتيغة من دولة الكاكاو حتى نريد أن نقدمه إذن بعدما أخذتها برد مليح في التلاجة لمدة ساعتين على الأقل قمت بذوقها لأن نريد أن نقدمه لأنه حمد الله كمية الكاكاو ملفق بهذه الطريقة وهذه النتيجة النهائية بعدما دلنا في سنة التقديم إذن كما لكم ترون هذه هي الوصفة النهار اليوم حضرنا تيراميسو اقتصادي جدا بدون جبن الماسكاربون بدون كريمة طازجة وأيضا بدون بيت يعني تجمو تحضروه بأسهل طريقة إن شاء الله الوصفة النهار اليوم تكون لديت إعجابكم وإلى عجبكم الفيديو النهار اليوم لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة لماذا زر ما يشتركوش أنا أقولكم إلى اللقاء نتلقى في وصفة أخرى إن شاء الله مع السلامة شكرا